السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة هنتكلم عن الرمل الخاص بالقطة انا اول ما جبت قطتي كنت بستعمل الرملة العادية خالص اللي هي الرملة اللي بتستخدم في البناء هي القطة لما كانت صغيرة كانت الرملة تمام شغالة كويس عملية طبعا مش مكلفة خالص لان ممكن نجيبها من اي حتة او نجيب شكرة على بعضها بتبقى سعرها رخيص لكن لما القطة كبرت شوية بتادت الرملة يبقى فيها ريح مش مستحبة فبعد كده طريت لان اغير نوع الرملة لان الرملة التانية كانت لازم تتغير كل يومين مرة على الاقل وطبعا الموضوع كان مرهج جدا فدورت كتير على النت ان انا اشوف رملة تانية تكون سعرها معقول وفي نفس الوقت مناسبة للقطة وما بتحتاجش مجهود كبير فلاقيت الرملة الخشبية اللي هي شبه نشرط الخشب تقريبا بس يعني قطع على صفحة على الفيسبوك اول حاجة اشتريت الرملة دي ده شكلها من روحة هي نفسها بالضبط ونفس التانية ولكن ده نوع وده نوع تمام هي الكيس ده عامل 15 كيلو كان سعره 90 جنيه والتوصيل للبيت ب30 جنيه يعني وقفة ب120 جنيه طبعا رفضته في الاول مثلا اكتر من اسبوع كنت بترى دخلها في بالعافية وكتخيفة منه جدا ما اعتبرها شيء غريبا عن الرملة اللي هي تعودت عليها الموضوع مني خد وقت ساعت كنت بحطها في الحمام مع الرملة دي بحيث ان هي مفيش قدامها غيره مرة في مرة بدأت تقرب منه وتتعرف عليه لحد ما الحمد الله تعودت عليه وبقت تعمل فيه عادي طبعا اللي انا كل مرة عشان اشتري فيها الكيس الرملة ده لازم اجيبها بسعرها عليها مصاريف الشحن فقلت المنزل في محلات العادية بتاعت القطط والكلاب هشوف هل هي موجودة ولا وفعلا لقيت الكيس ده برضو خمستاشر كيلو وكان سعره طبعا مفاجأة خمسة وتمانين جنيه ارخص وما فيش مصاريف توصيل لان المحل جنبي فالنوع ده كويس جدا 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 الفكرة النوع ده بيعمل ايه ان الحبيبات دي لما بينزل عليها اليورين بتتحول لرملة ما ليهش ريحة بدي ريحة للسنوبر لس ريحة مش قوية تاكد تكون مش بينة بس اهم حاجة ان لما فيش ريحة وحشة والاستول بيفضل زي ما هو مفروض كل يومين نشيله بالجروف الخاص بالااااااا بالشيل الفضلات اه اه وطبعا اه كل يومين تلاتة لازم اللياء كله لتنظف ويتعامل بالسابون ويتنظف ويتنظف كويس ونحط فيه الرمل اخرى الموضوع ده بالنسبة لي افضل كتير من الرمل العادية التقليدية اللي انا كنت بس تعملها في الاول والحمد لله القطة اخدت عليه والوقتي هنشوف ازاي هننظف الليتر بوكس بتاع القطة من الفضلات ونزبطه بحيث ان هو يبقى دايما نظيف وهي تبقى مرتاحة فيه دلوقتي ده الليتر بوكس بتاع القطة عندي انا كنت جايبالها العادي لكن صغر عليها وهي قد رفضت تقعد فيه وكتحبل البلاستيكية العادية دي اكتر فخليته الليتر بوكس بتاعها اه طبعا هي شكل الرمل ده طبعا الاسطول الاسود ده وهنا اليورين هنا تحولت الحبيبات الخشبية لحاجة شبه الرمل تمام احنا اول حاجة بنعملها اللي احنا بنشري الاسطول كله وبعد كده بنعمل فلترة للرمل الخشبي بحيث ناخد كل الرمل ده اه نطلعه بره ويتبقى الحبيبات زي ما هي هنستعملها ثاني ومفروض ان احنا بنخسل الليتر بوكس كويس قوي او المكان اللي هي الثامن في الحمام ونعقمه مسلا كل ثلاثة اربعة ايام نخسله ونشوفه كويس ونرجع نحط فيه رمل تاني عشان يفضل نظيف نخليها اه صحتها كويسة دلوقتي اول حاجة هنعملها خلص اللي احنا هنشيل اللي ستول طبعا يا جماعة احنا لازم نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا اللي يعمل الموضوع ده يكون حد كبير ما يكونش طف اه لان الاستور مفروض ان احنا ما نلمسوش اه بادينا لازم بعد ما نخلص الموضوع ده نخسل ايدينا كويس جدا اه لان مفروض ان هو بيجيب مرض ماء انا مش يعني مش هخش في تفاصيله دلوقتي اه فلازم اللي هي الموضوع ده يكون حد مركز كبير يعني فاهم كويس ويخسل ايديه اه كويس جدا بعد الموضوع ده والادوات الخاصة بالليتر بوكس والجروف بتكون بعيدة عن ايد الاطفال دينا هنشيل اللي ستول اهو انا بشيل كل اللي ستول دلوقتي طبعا بخطه في كيس واقفله كويس وبعد كده برميه الموضوع ده بعمله كل يعني على حسب كل يومين تلاتة لو حصلوا في ظروف مثلا مالحقتش ممكن اعمله كل اربع تيام بس يستحسن الاسطول يعني ما يكترش اكتر من ثلاث تيام عشان ما يعملش ريحة ويستحسن طبعا لو اتحط الليتر بوكس اكتاحها في مكان مفتوح زي بلكونة زي جاردن لو ضر الارض او حاجة تمام منشيل كل قطع الاسطول تمام طبعا الرملة دي ريحتني جدا في انواع تانية من الرملة زي الرملة الكربوني رملة كريستال بصراحة انا ما جربتش الانواع دي لان لما لقيتها تحت على ده وهي صعب ان هي تتعود على نوع بسهولة لانها طلعت عينة من ما تعودت عليه طيب احنا عندما بنيجي نعمل كده بنلاقي الهي تكون دفنة الستول تحت الرمل تمام شوفوا رملتين نجللت اهو طبعا لو في اقترب من القطة لازم يكون يا اما كل واحدة ديها يا اما ان نجيب باللتة بوكس كبير دلوقتي ده خلاص الرمل كله كامل مفوش اي حاجة من الستول انا بقى طريقتي السريعة ان انا باخده كده طبعا ممكن نعمل الموضوع ده في وعين خصوصا لما نجي نخسل اللتر بوكس بالصابون ونشفه كويس بس انا لما بكون مستعجلة اول الروتين اليومي بتاعي بعمله في نفس المكان كده بناخد حبة صغيرين وبعدين نجي في الكيس نعمل كده وبعدين نرجع نحطه هنا طبعا احنا مفوش بنحط لها كمية وفيرة عشان تقدر تحمر فيها وتقدر تخبي فيها الستول بتاعها كده وبعدين نرجع تاني وبناخد حبة صغيرين بحبة صغيرين عشان يتفلتر كويس من الجاملة موضوع ما بياخدش يعني خمس عشر دقايق كتير وطبعا يفضل اللتر بوكس يكون موجود في البلكونة او في او في جاردين مثل مكان مفتوح لو ما خيش مكان مفتوح يضحط في البيت عادي ما بيطلعش بيحب بقى كويس نحن نحن نضافه على طول باستمرار اخلص بقى كمية دي كلها وارجعلكم تاني او في تلك المخصوصة بل مخصوصة احذرا اشترك احذر احذر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلص كده احنا خلصنا الكمية كلها هادي كل اليورن بعد ما بقى راملة وبعد كده الكمية دي بيجعت نواج بحاتين بقى نضيفة مضيفة مضيفة ونفعش اي حاجة وكقدر هي تعمل فيها براحلة طبعا بنقفل الكيس كويس وبعد كده بنحطه في البسكت وخلاص كوكي جاءت قاعدة اهل وخلاص دي بقى نضيفة اهو وخلاص دي بقى نضيفة هي بقى تعمل براحتها فيه كوكي كوكي بيهاي